اشتركوا في القناة هدورك الى ستوديو الكسم العربي في هذا الجو الشتوير القارص اهلا اهلا شكرا ان اول شي اشكركم على صدافتكم الجميلة واول شي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسم ريان شعيب الهوسة من المملكة العربية السعودية اذا من اي منطقة في سعودية انت بالتحديد من جدة من جدة طبعا جدة مشهورة صحيح صحيح فعلا مشهورة منطقة بحرية ورائعة جدا جميلة اذا يعني اعرف ان العديد من الطلاب الصوديين يدرسون في الجامعات الكورية ومعظمهم في جمعاتكم من بالاسمسي وتقريبا ولكن هذه اول مرة بصراحة التقي بطالب عربي متخصص في الكيمياء نعم فعلا فعلا صحيح هل احببت الالم يعني ساينس دائما منذ ان كنت صغيرة والله للامانة يعني انا بذات تخصص الكيمياء حبيت يعني قبل لا اتخرج من الثانوية بفترة بسيطة بسبب احدى المدرسين حببني في المادة جدا وبعد ما لتحقت بعثة جيت على الكورة الجنوبية قلت ليش ما دخلت تخصص هذا بحكم انه يعني شي جميل ان الواحد يدرس تخصص هو حابه ولكن اذا يعني هناك العديد من المجالات العلمية مثل الفيزياء وقلوم الارض وقلوم الفلك والبيولوزية ويعني وما الا ذلك فما الذي تفعهك الى اختيار الكيمياء بالذات يعني اللي تكون تخصصك في الجامعة والله اول شي تخصص الكيمياء زي ما ممكن الكثير ما يعرف ان اول كثير الأغلبية يعرف ان تخصص متعلق بكل حاجة متعلقة عندنا في الحياة ويعني تخصص تقريبا ممتع الواحد يستمتع فيه طبعا من فوق ما انه يعني الواحد يعني حابه تقريبا فيه تجارب واحد يستعملها بيشوفها ويكتشف اشياء جديدة ويتعلم بشياء يعني رائع بشكل يومي فبصراحة التخصص هذا يعني هو الاقرب لي بين التخصصات الثانية فقلت خلص خلينا استغل الفرصة حسب ما اعرف يعني لم يتطور هذا المجال يعني من علم الكيمياء القديم الكيمي إلى تخصص علمي يسمى بالكيمياء يعني في هذا العصر ايضا في الكيمياء الحديثة عندما اكتشف تقريبا ماندلييف هو يعني الجدول الدوري يعني نعم صحيح اصبحت التنبؤات علمية ممكنا وعلى هذا الاساس يعني حقق العلم قفز كبير إلى الامام يعني عليهس كذلك بالمناسبة حي تحفظ ايضا الجدول الدوري اصعب هذا؟ اغلبه اغلبية منه طبعا بحكم انه احنا نستعملوا باستمرار في حلول المسائل او في التجارب المركبات والعناصر الكميائية فأغلب العناصر لازم يكون يعني عارفينها وعارفين الكتل حقتها ولاشيء هذه اذا قد يكون يعني ذلك يعني بسبب الجدول الدوري ولكن عندما كنا نذهب إلى المدرسة كان هناك سوق فهم يعني بان الكيمياء مادة بها اشياء كثيرة يجب حفظها يعني فعلا صحيح وهنا كيف تواد انتصف الكيمياء لمن هو بعيدة عن العلم يعني اول حاجة حابنا يعني الكيمياء يعني تقريبا يعني مادة او علم الانسان اذا ما هو حابه مستحيل يبدأ فيه يعني ممكن اغلب الطلاب يشوفوا تخصص الكيمياء او تخصص غير ممتع او تخصص غير يعني جذاب او حاجة زي كده هي صحيح تختلف من بين شخص لشخص بس السبب الرئيس انه يعني انا النقطة اللي اشوفها مهمة انه اغلب الطلاب عشان عشان يحب المادة هذه الشي يرجع هذا للمدرس لانه التدريس فن والتدريس يعني شي جدا مهم فاذا انه المدرس وصل العلم للطالب حيحب الشغلة هذه حتى انه يعني كان مثلا واجه فيها صعوبات في البداية هيصير عنده فضول انه يتعلمها ويفهم فيها اكثر سمعت انك تمارس الرياضة بقوة وواضح يعني يعني منذ وقته انت تمارس الرياضة بانتظام يعني ماذا تفعل عادة في الجيم او في النادي والله الرياضة انا امارسها تقريبا من الصغر من صغر كم يعني كم سنة تقريبا من كان عمري 14 سنة كنت العب كرة سلة فحصلت لي اصابة بسيطة فترك كرة السلة اتجهتي لكرة القدم واستمرت فترة في كرة القدم فبعدين توقفت بحكم انه دراسة ما دراسة بعدين اخترت انه يعني لازم الاقي لي رياضة يعني تفيدني في المستقبل وكصحة لانه ما في شي غالي قد الصحة فاتواجهت لرياضة الحديد كما يقولون اذا في الوقت الحالي يعني بسبب جائحة كورونا منصة ممارسة الرياضة لان جميع الصالات الرياضية مغلقة هنا في سئول كيف تعطاني بسيحتك في مثل هذا الوقت اذا لا ما نتمرن في البيت اكثر شي بحكم انه تقريبا ذي حين لانا شهر موقفين نوادي والاشياء هذه فزي ما يقولوا كل شيء ولو حل فتقريبا نغلب تماريني في البيت اوه اذا يعني بصفاتك مختاصة صحيا يعني اتمنى منك اخبار المستمعين بكيفية الحفاظ على صحتهم في داخل متجل يعني ممكن ترينا بنفسك بعض الحركة البسيطة قليلا مثلا بعض الحركة البسيطة هنا والله طبعا تمارين لها عدة في اكثر من تمارين يعني في اغلب الناس يعني اذا حبيني مثلا نتمرن في البيت يعني الناس كثيرين يقولوا احنا لازم نروح النادي عشان نتمرن فعندهم عدة تمارين يعني يلعبوا تمارين مثلا تمارين سكوات في المنزل اوه سكوات مثلا يأخذوا عبارة عن احمال او اثقال بسيطة يلعبوا تمارين طبعا تمارين صغnoise مع تمارين القفز تمارين الحركة جسنا كلها وبهذه الطريقة أنت تقدر تحافظ على جسمك وتستفيد يعني بحكم أنه إذا ما كان عندك يعني ما كانت تقدر تتمرن فيه هل ذلك خدة لمشاركة في مسابقة بناء العضلات في المستقبل يعني موسلمانيا وهكذا؟ حصلت لفرص كثيرة بسبب الدراسة ما قدرت أطلع إيه لأنه كل سنة أقول إن شاء الله السنة اللي بعدها وأصحاب الكوريين يعني كثيرين يقولوا الإيراني أنت لازم تستغل يعني عندك شيء فجرب أطلع فبحكم أنه رمضان وبعض الأحيان الاختبارات الشهرية والاختبارات النهاية فالتامن ما يزبط معي فكل سنة أقول السنة اللي بعدها بس بإذن الله المرة هذه حتى في شهر رمضان أنت أيضا تستمر في ممارسة الرياضة نعم نعم حتى في شهر رمضان ما شاء الله إذن سمعت أن التمرين ليس مجرد حركة جسدية يعني عليك أن تتحكم في تدريبك العقلي وطعامك يعني حتى تتمكن من بماء جسد أفضل أتسأل كيف تحتم بالطعام والتأمل إلى جانب التمرين الرياضي الجسدي والله أول شيء التمرين الرياضي هي عبارة يعني فمو بس إن واحد يروح النادي يتمرن يرفع عوزان لأن الرياضة تحتاج اهتمام من ناحية نوم من ناحية طعام من ناحية تغذية صحية من ناحية اهتمامات برضو يعني أغلب الوقات يعني أنه يعني أغلب الناس اللي حابين يدخل الرياضة هذه فكثيرين يعني يدخل الرياضة هذه في وقت بسيط يقول لك مملة أو حاجة أنا ما حسد فائدة وأنا ما لقيت الهدف اللي أنا يعني أسعى له فأغلب الناس هذول يعني ما هم ماشين على الطريقة الصحيحة حتى أنه يحققوا الإنجازات اللي هم يبقوها وزي ما ذكرت أنه فعلا الرياضة هذه تحتاج تغذية فلازم أنه الشخص اللي يتجه للرياضة هذه يعني أنه يكون يعرف يطبقه النفس ويعرف يسوي ويعرف يفعله إلى آخر إذن نحن الآن في بداية العام الجديد ويبدأ أن العديد من الأشخاص قد خطتوا للعمل الجديد بجد مع قرارات جديدة يعني من فضلك أعطينا إذن بعض النصاحية حول كيفية التغلب على ركود في التمرين والأيام التي لن نريد فيها ممارسة الرياضة يعني والأفضل حل أنا أشوف أن الشخص مثلا إذا هو إنسان ما هو حاب يتمرن أو تقريبا فيه ركودة أو خمول فيه إنه يكون عنده يعني زي البارتنر يتدرب معه فإذا هي أفضل طريقة يعني أنا لما أنا أشوف يعني فيه ناس كثيرين يقول لك أنا ممكن أروح يوم وبعدين يعني أبطل يا أخي لازم يكون معايا شخص فالأفضل إنه تلاقي شخص يعني مخصص أو إنه يعني حاب الرياضة هذه يروح باستمرار فإنت يسيريش تتمرن معه بشكل يومي فمع الوقت إنتيش حتتتعود وتحب الشغلة هذه إن شاء الله إذا سأسمع هذا الكلام أيضا إذا أنت ذكرت يعني لابد أن يعني تعرف طبق بنفسك أيضا لإناية صحتك فعلا صحيح إذن وأيضا وفقا لصديقي العربي الذي أرفني عليك يعني عليك لإجراء هذه المقابلة معك فأنت حقا ماهر في الطبق يعني هل هناك سبب يجألك تجيد الطبق؟ والله أول شيء فيه عدة أسباب من بينهم السبب الأول أنا أول ما جيت على الكوريا فواجهت صعوبة من ناحة الأكل الكوري وأغلب الأكلات الكورية تدخل فيها خنازير والأشياء هذه فكان صعب أنه ألاقي أكل حلال أو أنه أكل أكل حلال بشكل يومي بحكم أنه أغلب المطاعم الحلال تكون بعيدة أو في مناطق أخرى ففي ذيك الفترة قلت أنا ليه ما أطبخ يعني أبدأ أطبخ أنا بنفسي وجربت الطبق وغير كذا يعني عندي الوالدة ما شاء الله شيف فبدأت أتعلم الطبخ الحمد لله وأتقنت وحابة الهواية هذه إذن ما هو الطعام الذي تجده يعني؟ والله يعني تقريباً أكل العربي من ناحة سويت من ناحة أكلات عربية متخصصة فمتنوع متنوع أغلب الطبخ هل والدك أيضاً ماهرة في الطبخ؟ والدتي نعم صحيح صحيح إذن هل كثيراً ما تأكل أكل أكل الكوري أيضاً ولا مطلقاً؟ أكل حب الأكل الكوري بس أغلب الأكلات اللي يعني الكوريين اللي أكلها شوي يعني لازم مطعم متخصص زي الكلبتنغ ولا الكمتنغ الأشياء هذه الأشياء يشرحها قلبتنغ وكمتنغ للمستمئين يعني وربما الكلبتنغ عبارة عن حساء كوري طبعاً مطبوخ عن طريقة اللحم البقر فينطبخ لمدة جداً جداً طويلة سمعت أنها تتراوح بين التسعة ساعات لعشرة ساعات فحساء جداً لذيذ وصحي فأنا من أكل المفضل أن يعتبرنا في كوريا الكلبتنغ يعتقى قوة بسرعة سمعت أنك تتحدث لغات مختلفة صح؟ كم لغة تتكلم؟ أتحدث اللغة العربية طبعاً اللغة الأم واللغة الكورية واللغة الإنجليزية وأتحدث طبعاً اللغة هي لغة الهوسة نعم بس ليس بطلاقة هوسة دي مختلفة عن سواحيلية ولا؟ طبعاً مختلفة السواحيلة زي اللغة العربية مشابهة باللغة العربية بس الهوسة لغة ثانية كيف تعرفت على يعني والله للأمانة يعني المنطقة الزمانة اللي كنا محلمة كنا راح زور أجدادي ما أجدادي فيتحدثون اللغة هذه والناس اللي حوليهم يعني يتكلموا اللغة هذه يسمع كلمة كلمتين عندك سلة يعني أيها إذن كيف يعني الأشخاص الذين يدرسون يعني العلوم الطبيعية عادة لا يتحدثون كثيرا ويتحدثون بإجاز شديد وفقد النقطة مهمة كذا ولذلك ربما يواجهون هؤلاء يعني صعوبة في تعلم أو إتقان اللغة أتنبية جديدة على الأمم الأشخاص المترثرون طبعا يتعلمون اللغات بسرعة يعني أنا شخصيا يعني أتسأل كيف تعلمت اللغة الكورية وأتقنتها يعني وأنت متخاصص في الإلم يعني والله أول شيء اللغة الكورية أنا يعني أول ما أجد كوريا واجهت صعوبة من ناحية تكوين الأصدقاء في كوريا بحكم أنه أغلب الكوريين يعني شوية شعب متحفظ ويحب الشخص اللي يتكلم لغته فأول ما أجد كوريا تقريبا قعدت قرابة تسعة شهور ما كان عند أصدقاء كوريين واجهت صعوبة من ناحية تكوين علاقة مع الأصدقاء الكوريين فمن ذلك الفترة حبيت أني أشتهد على نفسي وخصيصا يعني في النقطة هذه يعني تقريبا كنت أبذل ستة لسبعة ساعات يوميا في مذاكرة اللغة الكورية الحمد لله لنا الواحد أجاده وصار متمكن مننا الحمد لله إذن يعني يتم التقريب والدمج يعني الآن بين مختلف المجالات العلمية مثل الفيزياء والكيميا ورياضيات وتكنولوجيا الحيوية يعني أي مجال علمي تريد دراسته أكثر في المستقبل وكيف يعني تريد أن تحقق الدمج بينه بين العلوم الأخرى للأمانة يعني في المستقبل كخطة دراسية يعني أنا أفضل أن أتجه في نفس التخصص اللي أنا شغال فيه بحكم أنه يعني طبعا التخصص الكيميا تخصص جدا متفرع في أشياء كثيرة وله مجالات في العمل أشياء جدا متنمعة فمن ناحة المستقبل أنا فعني قاعد أفكر أنه يعني أخذ أتخصص في مثلا إذا حبيت أدرس في الماستر أتخصص مثلا في تخصص زي الأورغانيك هو الأشياء المشابهة لهم لأنه حتفيدني أكثر أو إذا أنه مثلا يعني إذا كان تخصصي آخر فممكن حقول لك بيزنز يعني بحكم أنه عرف العصر هذا يحتاج لبرضو قليل من البيزنز والأشياء هذه إذن في المملكة العربية السودية يعني أي شركة ممكن تستفيد من تخصصك في المستقبل الكيميا طبعا تخص الكيميا يقدر يشتغل تقريبا في أغلب الشركات شركات البترول شركات الأدوية شركات التحليل فتخصص جدا مهم وعليه مسؤولية جدا كبيرة ومتفرع من ناحة التوظيف فلو تقريبا جدة مجارات كثيرة إذن الآن في جميعتكم من يعني مازال الطلاب الصوديون كثيرون أليس كذلك؟ لا لا قليلين في الجامعة ولكن مع مريل الوقت أنا سمعت كده سينخفض هذا العدد والمملكة يعني حسبما أعلم يعني ممكن توقف إرسال بيعطى الطلاب وكذا يعني هل هذا صحيح؟ هو حاليا توجهات المملكة عندنا شوية اختلفت من ناحة الابتعات ما زال الابتعات موجود بس الحين عندنا الوزارة يعني تبتعث طلاب بس في مناطق مختلفة أو في جامعات محددة حددتها الوزارة بناء على دراسات يعني اعتمدوها ففعلا صحيح أنه حاليا الطلاب تقريبا يعني قاعدين ينخفضوا بحكم أنه أغلب الطلاب يعني أتخرجوا فتقريبا نسبة الطلاب في كوريا قلوا طبعا العرب السعوديين بالتحديد فنعم صحيح كلامك إذن تسأل كيف ستعود إلى وطنك وتستخدم ما درسته في كوريا في المستقبل يعني اللي ننهي المقابلة بالاستماع إلى خدتك المستقبلية يعني والله أول شيء يعني أنا خطة المستقبل عندي خطة كثيرة جدا في المستقبل بس بإذن الله بعد ما أتخرج حيكون عندي تقريبا كم بلان بسيط بحكم أنه يعني الواحد عنده مواهب واكتشفها وأخذ يعني فكر جميلة جدا من كوريا الجنوبية فأتعلم يعني حاجات كثيرة فما في مانع أنه الواحد يعني إذا رجع السعودية طبق أشياء بسيطة أو ويأخذ من اللمسات الكورية الجميلة ويوصلها برضو البلد لأنه كوريا ما شاء الله يعني جميلة ومشهورة ما شاء الله بثقافتهم الحلوة والتراث اللي عندهم فبإذن الله في المستقبل حيكون في يعني إلا ما يكون في يعني زي لمسة سعودية كورية مدمجة يعني بإذن الله يعني نتمنى إن شاء الله نشوف هذا الإثمار الجميل بإذن الله إن شاء الله بصورة ناجحة إن شاء الله والله في نحية هذا اللقاء الممتع نشكر ريان شعيب الهوسة من المملكة العربية السودية الذي يدرس الحندسة الكيميائية في جمعية كومين الكورية على هذا اللقاء الجميل ونتمنى له المزيد من التألق والتوفيق والنجاح في الدراسة وفي حياته الشخصية شكرا جزيلا عفل لك عفل شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا